وضع غريب الأطوار كل مرة في قطاعات تهم التونسي في حياته اليومية توفيق الشابي لكتب العام المساعد لجمع العام للتعليم الأساسي ستوفيق مرحبا بيك ورمدانك مبروك ومبروك لكل المستمعين بيان غرة أفريل بطبيعة الحال الموقع من عند كتب العام نبيل الهواشي عاشت نظارية المعلمين بطبيعة الحال والي هو يرجع إلى الخارطة إلى هاته نقول تقريبا يرجع إلى خط زمني فيه المفاوضات فيه المطالب وإعادة المطالبة وإقرار استمرار حجب أعداد امتحانات ثلاثة الثانية أتنحكي فيه القرار تنحكي فيه القرار اللي هو زلك قرار تقريبا أحكي فيه رئيس الجمهورية على أعلى مستوى طلع أنا أرجع له لكلام لكن في حكاية استمرار حجب أعداد امتحانات ثلاثة الثانية هل هناك اليوم تواصل مع وزارة التربية ستوفيق؟ هو في الحقيقة ظاهرين ثم تواصل لأنه مع تعيين السيد محمد علي البغديري وزيرا للتربية استبشر خيرا باعتباره أمين عام مساعد سابق للاتحاد وولد قطاع التعليم الثاني وفهم يعني ملف التعليم فصارت جلسة مع سيد الوزير يوم 14 فيفري بي؟ لطرح المشاكل وبسط ملفات القطاع من ذلك التاريخ وقتش تعقد جلسة تعتبر التع تفاوض يوم 27 مارس أي حسب أنت من 14 فيفري 27 مارس تقريبا بارش كان ينجمي تقريبا شهر ونصف دونك بالضبط وفي تلك الجلسة في الحقيقة لم يقدموا لنا أي مخترحات ترتقي إلى انتظارات زملينة وتلبي مطالب القطاع ثم بعد جلسة 27 صارت جلسة يوم 30 والمخترحات التي قدمت وهذاك عليها الجيل بيانة المخترحات التي قدمت مخترحات هزيلة جدا على سبيل المثال احنا عدنا منحة الاستمرار اللي نطالبوا بها بالنسبة لزملين المدارين قبل ما ندخلوا في النقاط هني جايها النقاط واليمية مذكورة في البيان هالحراك اللي حكيت عليه انتي واللي هو أفضل إلى بيان يخرج غرة أفريل لكن كلاما عند الوزير زادة في 2 أفريل شيقول سيد الوزير المفاوضات مع النقابات متواصلة وهذا صحيح ها بدأ من 27 إذا كنت كلمه في 2 هذا يعني أنه هذه كانت جمعة المفاوضات أسبوع المفاوضات هي مفاوضات مع النقابة مع نقابات متواصلة لإنجاح سنة الدراسية والامتحانة الوطنية يقول سيتم في النهاية التواصل إلى اتفاق يلغي قرار حجب الأعداد ويجنب المؤسسة التربوية أي إرباك ويمكن المربين من حقهم في العديد من النقاط هناك تقدم يقول الوزير هناك تقدم في أعداد من النقاط المطروحة على طورة مفاوضات مع النقابات مقابل صعوبة التواصل إلى اتفاق في نقاط أخرى وقال نحن لا نؤمن بالفشل وسنعرف كيف نتواصل إلى اتفاق يجنب المؤسسة التربوية والتلاميذ وعائلتهم أي إرباك اللغة فيها نبرة نقابية واضحة نبرة نقابية من عند سيد الوزير هو ولد العمل النقابي ما هو يقول بش نخلطه؟ أنتم تقولوا ليه؟ وكأنه بعاد على بعضهم المواقع المواقع بعاد على بعضهم ولا فهم منطقة التقاء؟ نقطة التقاء الوحيدة هو العلاقة التشاركية أنه هناك إسعداد للتفاوض وهذا إيجابي هذا إيجابي نعتبروه ولكن في التفاعل مع مطالب الخطاع ليست هناك تقدم وإشخلا سواء نقاب التعليم الأساسي سواء نقاب التعليم الثاني ما يجب شي يكوني غلط فيكم لو زيك يقول بعض النقاط فيها تقدم هاتنا ترحوهم هاتنا ترحوهم ما الظبت هاتنا ترحوهم إحنا عدنا اتفاق 16 نوفمبر بعدك الحراكة اللي صار في مفتاح السنة الدراسية والمشاكل اللي فتعلتها للوزارة لم يلبى من هاي شي عدنا ثلاثة اللي جان اللجنة عدت تصنيف سنفرع منها ثلاثة الأذنين إلى حد الآن لم تنهي أشغال قديش بربي معنيين بها اللجنة دي ما همش عدد كبير رغم في 500 واش لجنة الاعتراضات اعتراضات النواب عدنا اشتغلنا عليها من المواندال فاتت تقريبا أكثر من سنتين والقايمة ضبطت 82 قدم معاه 18 فجدد وهذا اللي يفترض رفيه مشكوين بديها يخدم من الـ 21 وإلى حد الآن لم يتقدم المفاوضات فيها ثم المشكلة النقطة الأخرى هي بالنسبة للنواب خارج الاتفاقية واللي اللجنة زادة يفترضونها شغالها في نوفمبر وإلى حد الآن هناك اختلاف كبير بنا وبناتهم باعتبار الناس هذا أصحاب شهادة عليا باعتبار قدموا الكثير وأنقضوا وزارة التربية في العديد من السنة والدراسية وإلى حد الآن من المفروض يصير اتفاق تسويت وضعياتهم على دفوعات مثل الاتفاق 2018 هما الآن أولاً خلاف في قاعدة البيانات يقولك ما نحلوش قاعدة البيانات من جديدة يعني حرمان اللي خدموا من سبتومبر 17 إلى حد الآن من حقهم في ثم الصيغة الأخرى في تسويت وضعيتهم هو يقولك نعملوا مناظرة خارجية ونعطوهم تنفيذ أحنا نتمسكوا أنه تسمى وضعيتهم بالطريقة المعمول بها اللي عنده خمسة شهر وخمسة شنوم نيابة ليقع تسويت وضعيتهم البيان واضح في فقرصة الأخيرة بيانة الاتحادة عم توسي للشغل لنقابة العمل تعليم الأساسي صفوة القول معناها في اللخر في اللخر وفي اللخر ومالخر إن مطالبنا لم تحظى بالاهتمام الذي يعكس إيماناً بقدرة الحوار على تأمين الاستقرار بضمان مخرجاته لحقوق المتحاوري تقريباً الكلام هو أنه قاعد يقول الحوار هذا مش سوري لكن ما فيهش مخرجات ما فيهش محصلة بل أن التفاعلات الرسمية شكلاً ومضموناً كانت تدفع في اتجاه تسعير الأزمة وليس تطويقها تسعير معناها بمعنى تشعالها من السعير من كلمة السعير النار تشعال وأمام هذا الصلف وفي مواجهة السياس تتنكر إلى الالتزامات وتمسكاً بحقنا في حياة كريمة نؤكد استمرار حجب أعداد انتحانات ثلاثة ثانية وندعو إلى تنفيذه في كنف التقييد التام بتراتيبه التقنية هذه مش مفهومة عند الرأي العام مش مفهومة عند الرأي العام يا سي توفيق أش معناها الحجب عليش وصلته غادي أخويا عندك الحق في الأذراب عندك الحق دستوري في الأذراب حجب في شقاب أنت ما تاخذ ليش أنا التلامذة ما تاخذ ليش التلامذة أموتاج وره كيفاش عمل خليدي خليدي نحكي لك ساعة أخي الياس أي أنه رأوا اللي كنا نحكوا فيه ما هيش مطالب أي اللي كنا نحكي فيه ما هيش مطالب هذيك مشاكل جانبية اختلقتها وزارة الطالبية لكن المطالب اللي طالبتها اللي ضمنتها الليح المهنية سواء انتا مارس 21 أو الليح المهنية انتا 7 أكتوبر 21 واللي هي لا نخجلوا من ذلك من بينها مطالب مادية باعتبار تدهور المقدرة الشرائية للمدارسين باعتبار تدهرجهم في أدو سلم الأجور باعتبار أنهم باعتراف أعلى هرم في السلطة سواء السيد رئيس الجمهورية أو مش نجيك أما روح حبيت نقولك راه والمطالب القطاع لم يقع التفاوض فيه المطالب اللي عندها بعد مادي والمطالب اللي تعنى بالمنظومة التربوية والمطالب اللي تعنى بسحب الفس يا أخوة قرب نجو للشكل نجو للشكل نجو للشكل نجو للشكل نجو للشكل بالنسبة لنا أنتم تذكروا في مفتاح السنة الدراسية قاطعوا زومة لنا أنواب يعني الدفعة الأخيرة من انتفاق 8 ماي ودفعة 221 قاطعوا لمدة شهرين والوزارة ما تحركتش إلا وحرمان أكثر من 400 ألف تلميذ من حقهم في التمادرس أحنا كان جاءت الحكومة هذه ولا الوزارة هذه من شارع حمراء تنعملوا شارع حمراء ولكن للأسف هني قلت لك شهرين مقاطع وما سارتش أحنا الهيئة اللي داري ارتأت شكل آخر أنه حجب العداد شمعنا يا حجب العداد نحن قاعد تقول لي كما قلتونا في أكثر من فرصة أحنا تلزينا للترفيع وإلى أشكال نظلية أخرى بما أنه يسوفونا وما يسمعونيش هذا بالضبط وأي شكل يعني نخذوه ما يتفعلوش معه ارتأينا أنه أولا ما حرموش حتى الرئيس تكلم فيه سيدة وفيقي يقول لا مجالة في أخذ التلابيه ويستدعى الوزير والأمام الوزير قال لا مجالة أنه ناخذو التلابيه ذا رهائن احنا احنا وزارة التربية اتخذتنا احنا كمدارسين واتخذت التلابيه ذا رهائن باعتبار أن وش رايك أنت يلتوى عندك سبع شهر وزملانا يعني الدفع الأخيرة من انتفاق ثمانية مائة لعقد المناظر اللي هما أربعلاف ومية ووحدة واربعين إضافة إلى الدفعة الثين وعشرين دفعة الثين وعشرين من خريجي يعلو بالطربي إلى حد الآن لما يتقاضوا فلسط واللي هما فيهم متزوجين من فتاة حسنة دراسية لحتى التو ما يخذوش مليهم زعمتها أي وزير ولا أي موظف ولا يكذا زعمي نجلي ما عديش هر من غيره الرئيس قال المربي على ريوسنا لكن هز معنا وذن القف احنا نحبه اللي يقول فيه السيد الرئيس أنه نقرر بوضعهم المادي المتدهور ونعمل على التحسين واللي نقرر به زاد السيد وزير نحبه هالأقوال هذي تجسموا في أفعال حسنوا أنه وضع المادي توينت فيه سبب الحجم لابون ما طالبنا يجوا ونفاوضوا تقولي المالية العمومية ما تسمعش نقول لك يا أخي معاك ولكن هات نتحدث من حاجة ثول المبدأ نقرر المطلب هذيك من حيث المبدأ ونتفاوض في كيفية التفعيل أما أنك تصد المفاوضات ويكون يعني الجواب جواب شامل لا وقتها وش حب مننا أن نعملو مثل قينا كان هذيك ثم الأولياء قل أنت أمور مبدئية استعرف بيا ساعة ومبعد يا مرة بديلك كيفاش نتفهم بالذبت يعني مناش متكلسين مناش متسلبين هات نتفاوضوا هات مطلب مطلب شنو موقفنا إحنا كيفاه نرأوه وانتو مش من مقترحاتك وهي دين يقول يعني خير سيد أوفيق تفهم أنت أنه نحاول نهدي وروحنا شوي ورمضان ونستسمع وصاعات يتشنجو حتى كيف سمعوا صوت عالي بالرغم أنهم يتكلموا هكا بلغة صوت عادي لكني نجمي اليوم الفكرة شنو سيد أوفيق يقول لك ياخي ما تحسوش بالبلاد ياخي ما تحسوش بوضعيتها ما تراوش أنه البلاد قاعدة تجري عندها عامين على اتفاق مع الفمي ما تراوش أنه في آخر المطاف تونس بما دخلها الجيبائية وباللي عندها قاعدة أبريتو الشهرية تتصب وأبريتو هاو مازال هاو مازال شوية فما مبعضنا ناس كل في طارق كبير يسر ما بين جفاف ما بين ما بين ما بين هذا قاعدة تزادها عند هذا إلاجين بحاجة أخرى استوفيق الفكرة الأساسية شنو هو أنه كل عام فما أزم الناس معتش فهم تقول لك مش معقول أنه كل عام فما أزم ياخي يقفوا دقيقة ناس كل وفهموا بعضكم وشوفوا حل كان كل عام مش جيني صلتش تقول قول آه ليس نيرا ورنطريلا بس شهر من بعد لائحة قديمة على لائحة قديمة على لائحة قديمة يتم إخراج في كل ستوب على خاطر أنا عندي اتفاق قديم وما تجربتش مع هل لترنير ركو ما اسمه هذا الشي قاعد يتعاود اللي أصبح ممل أصبح يخلق أزمة تخلق الأزمة هيكلية أزمة إيه دونك ريش عمالنا يستوفي هذا معاك أخو الياس لأنه ثم ضرب لي مزاقية المفاوضات أنا وقت نجيب لك محضر جلسة تاعة واحد مارس واحدة وعشرين واللي فيه جملة من النقاط اللي تور جاعد تذر فيه ونقاط وقعت على الاتفاق فيها وقت اللي تجي تحكيلي على العودة كانت صدقني السنة وأنا مش جديد في القطاع روى السنة كانت تكون عودة مدرسية في ظروف سلسة إلى أبعد الحدو لو تم تطبيق الاتفاقية حتى قبل هذا كانت ما كانت أخي شكونا بتدع مشكلة العاون المكلف شكونا بتدع على العقد المنذر بتدعتها الوزارة يعني في الصيف نجلزنا الحركة الإنسانية حركة تقريب لزواج ووزعنا دفعة دفعة 21 و22 من علوم التربيه ووزعنا الدفعة الأخيرة من الاتفاق 800 وفيهم ناس راهم ضحيين فيهم المنصفاق جايخد في بن عروس فيهم الملكيف جايخد في من نقاط كان فما مؤشرات نجاح للعودة لكن السلطة التنفيذية بقراراتها وسلطة أشراف أزمة الوضع هي الأزمة الوضع كنا ما نحصلوش وهذا تماما صدقني كنا ما نحصلوش تماما إذا كانت استوفيق لهنا فمشكون يقول أشو مدخل النقابات في في القرارات التنفيذية يا أخوي أبريتو زادة سلطة الأشراف عندها قرارات تأخذها واللي هي قرارات اللي تقول أنت عندك الحق في الشكل النظالي ولا عندك الحق في الإضراب أما زادة هو عنده الحق في إدارة شأن التربوي معاك ولكن ولكن هو مش أدار الشأن وأحنا صدينين ولا هو ضرب لك اتفاق هو ضرب لك اتفاق ثمانية ماين فين وثمونتاش اللي كان مش تسوي وضعيته حسب نص عليه نظام الأساسي الختاعي تنكر له دونك خلاق الأشكال ما كانتش عادنا بدأ تعاون مكلف ما كانتش عادنا في وزارة التربية اختلق هو المشاكل هذي نجو احنا كيف ما قلت لك الوضع معنا أنتم خذتوها كتخريجة جديدة بهتوا فيها شنوه هذا معناها بدعة العاون المكلف احنا كننجزوا في الحركة ونوزعوا فيهم نوزعوا فيهم علاقات شنوه وما تعرف الوزاري لماذا الوزارة على أساس أنهم بصيفتهم اللي هي نص عليها النظام لأساس القطاع تقول أنت نقعد وما بعضنا نوزعوا الحركة وهذا اعتراف ضمني بأن الناس موجودين في جنود القطاع وما بعض تقول لي لا بالذبت هذا الوضع المالي لغير حتى حقوقنا وقع قضمها نحن عدنا مثلا ترقيات المسار العلمي 20 وهم كنا على أساس أنه لم يتم صرفها بمفعول رجع يبقى تعرف قلو تم صرفها ترقيات المسار العلمي 20 في 26 ماي 2022 يعني وقع السطو على 19 شهر ما يعطوهم ش حق ترقيات 21 وهذا وقع يعني السطو عليها تماما بمنشور من رئاس الحكومة أنه لا لترقيات 21 تقول يكلونا في حقنا زاد هذا كعمل منجز في أشهر كاملة هنا لكن هاو نوصلنا في الأخر نوصلنا الآن لدينا سلطة في أعلى هرم تقول أنه تقريبا الأشكال النظلية هذه مرفوضة وهذا يمكن عنده تبعات والتبعات هذه توصل إلى حد التقاضي واليوم فما زاد عركة ما بين أولياء وما بين نقابات في شكايات أمام القضاء منها اللي في في سفاقس اليوم في مصلحة شكون العركة هذه المركبة عركة مربين أولياء سلطة اتفاقيات واقفة نوك إذا لحقيقة منظومة تربوية تأن هذا معاك خليل المنظومة التربوية تأن وأحنا كنا فاعليين وسعيين فيما يسمى بتطوير البرامج كل اللي كنا فيها كجمع عمل تعليم أساسي ما كنا جلسين على الربوة ونقدموا ما يمكن أن نقدموا ونعطوا الإضافة إلى غير ذلك وهذا باعتراف وزارة التربوية بالنسبة للمشكل مع الأولياء الأولياء اللي يحتاجوا الولياء شكون مول يخدف النقل مول قاضي مول محامي مول يخدف أنهم هما يتحركوا ويطالبوا بتحسين واضحهم المادي وإحنا مش مشروع لنا أنا طالبوا هذا من ناحية من ناحية الأخرى القضية مع الأولياء ترفعت بنا قضية روام سبركة إحنا عندنا قضية وسيتم إصدار الحكم فيها يوم 11 أبريل والقضية شكرا فينا القضية بالضبط رفعينا 30 نوالي بجامعتين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ويطالبوننا بمد الأعداد اللي ضرب الأعداد أولا من حيث الشكل شكور يثبت سعليهم أولياء أثنين يجب يثبتوا يجبوا اللي أولادهم يعني يقرعوا في المدى سبتدي وفي نفس الوقت يقرعوا في إيه إيه نحن نحكيه على تسميم الأوضاع بصفة عامة معناها هذا تتبت فيه المحكمة أنا منيش محكمة هل ليه تتبت فيه تتبت فيه المحكمة وليه كراه ونحن الشكل نخذيناه أخذر شامل كان عملا في قرار الهيئة الإدارية تها 7 أكتوبر كان زوز قرارات حجب الأعداد بالنسبة للثلاثة الثانية ومقاطعة الامتحانات بالنسبة هل روشتموا هذا وسهلي خنختموا به حجب في الأول ومقاطعة في الثانية نحن نعمل الهيئة إدارية 27 فيفري رغم تقدمتش المفاوضات والهيئة الإدارية تراجعت على قرار الحجب المقاطعة وراجعت الحجب عليش رسالة منها للوزارة أن نرى أننا مديني دينة للتفاوض ومنحبوش نعكروا الوضع أكثر مديني دينة للتفاوض لكن زاد مديني دينة للتصعيد والإدارة خلنفهم هل هناك تخوفات بخصوص الامتحانات الوطنية أنا أحسب أنا 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 نقول لك إن شاء الله ما ناش نوصلولها وما نوصل لهاش هل هناك مع تواصل حجب الأعداد الأصول إمكانية الوصول إلى سنة بيضاء إمكانية حجب الأعداد ثلاثي ثالث هذا شوف بالنسبة إلى حجب السنة بيضاء وهذا كل الهياكة اللقبية تقرر أنه ما تكونش لنا سنة بيضاء ولكن إحنا نحب والطرف الآخر زادها هو يمد يد وقال أشكال شنون مش تكون إحنا وبعد ما تصير تقييم تصير تجمعات واجتماعات سواء بالهياك النقبية مقيت مقيت من بسبوع القادم من بسبوع القادم تصير تجمعات بالقواعد وبالهياك النقبية ونستأنس بقراراتهم وتعقد هذه دارية لاتخذ متعامل هذا بعد جولة لأن الجامعة العامة ستترقل لكل الجهات الأشراف على التجمعات وبعد ذلك يعني تكون كما في محصل تفاوضي نحن هذا مش حشتنا حشتنا كيف ما إحنا عندنا استعداد للتفاوض ولحلحلة الواقع أن على الترف الآخر أنه زاد يكون جاد في مفاوضات تكون مسؤولة ومجدية وتفضي إلى تحقيق نتاج للقطاع وتلبي لحد الأدنى من انتظارات زملانة السيد الوزير المحترم بطبيعة الحال إن شاء الله كل عام وحي بألف ألف خير نقول له أنه المنبر مفتوح سيبو غديري المنبر مفتوح ليك لي أتعاطي مع الموضوع فماشي ما نكون إن شاء الله جزء من إمكانية لحلحلة الأوضاع بين الأطراف خلي نسمعه سيد الوزير إن شاء الله وهذه بطبيعة الحال استدعى مفتوح لسيد الوزير باشي يكون موجود معنا فماشي ما نلقاه حلول مناشي ندخلو في هاتون كل ملفات التقنية لكن على الأقل نكون قادرين أنه الجميع يدلوا بدلوه في وسط حر منيع لتونس أفضل لتعليم أفضل لصغيراتنا للانتحانات فماشي ما نشارك نسكول في أنه يتيح شوية التنسون شكرا لك سيتوفيق شكرا يا طيبة مرحبا بيك وتحية للمربين لكل تحية على العمل المذني الممتاز اللي يقوموا به وهوما درع للوطن ونتمنى أنه يكونوا في كل مرة فرحانين وشخاص كان نجينا نعطيه بالخمسة وستملاية نحن شهرية كل ما أخيرا بسيطة رأوا اليوم زملين دفعا أخيرا يمتفق اليوم عندهم وقفية تحتجاجية أمام الوزارة وفي المندوبيات يطالبوا بخلاص وإلى حد الآن ما تقضاوش مدد السبع عشر شكرا لكتوفيق بركا لو فيك تقامل غدوة في الأمان ترجمة نانسي قنقر